أهلا بكم ضربة استباقية للجيش اللبناني شرقا تصاد رأسا من داعش برتبة أمير أصبح نافقا فعند أطراف عرسال حيث يقع أحد المراكز الإرهابية عمد الجيش إلى الدهم المصبق ما أدى إلى مقتل أمير داعش في المنطقة المدعو فائز الشعلان الملقب بأبو الفوز ومرافقه السوري أحمد مروي وتوقيف المسؤول الأمني السوري محمد مصطفى مصلي الملقب بأبو ملهم هذه العملية التي أسفرت عن جرح ثلاثة عسكريين أطلقت يد الجيش في بؤرة سوف تظل تنتج الإرهاب وتأويه لتبقى الجيوش السود خطرا يسيج القرى ويهدد أمنها متخذة من عرسال ومحيطها غطاء للوجود وإذا كانت العناصر الإرهابية على تخوم لبنان فإن كل عمليات التفاوض الأممية لم تلغيها من القلب السوري وإن حدت من نفوذها والإرهاب على أنواعه ما زال الورق الأصعب اللاعب في حلب فمع كل اتفاق يلوح فوق المدينة تستعمل أقدر أشكال الاستهداف لتحصيل مكاسب على الأرض وبينها ما شهده مشفى حلب ليلة أمس وما تبعه من نار أتت على الأطفال والمدنيين قتلت من قتلت وأدمت قلوب أهال على أولادهم تحت الأنقاض والبطل هو من يفك رموز هذا السر إذا تبادل النظام والمعارضة المسئوليات لكن سواء أكانت ضحايا هم نتيجة غارات النظام أم قصف الإرهابيين فإن الأطفال كانوا لعبة للموت على الضفة اللبنانية فإن اللعبة المعلنة لا تتعدى الحرب بالأوراق الانتخابية البلدية وزينتها على ما يبدو بيروت مدينة اللائحة الواعدة بوجوه لا تشبه أفاقي المدينة ولصوصها هناك أمل للناس في مرشحين لا يربطهم بالعمل البلدي سوى عمل بلدي سابق باع المدينة وعقاراتها وأخفى مفتاحها تحت سابع أرض لذلك كان على اللوائح المتفرقة الأخرى أن تلتحق بهذه البيروت النظيفة لتكوين قوة قادرة على الفوز أو الخرق الكبير في مقابل لائحة البيرتي العائد ريعها سياسيا وماليا إلى الرئيس سعد الحريري والحريري الذي يطلب إلى أهل بيروت التصويت كالتزام هل يثق بمدينته كملاذ آمن أم يختار جزر العذارة البريطانية في صفحات بانما اللبنانية يسكن الجواب عن سعد وبهاء ونادر وآخرين حيث قررت الجديد أن تدهم بئرا ضريبية عميقة وتعود فقط بالأسماء اللبنانية منها وحتى لا يبقى ليونال ميسي لاعبا وحيدا وفلاديمير بوتن قيصرا محتالا ورئيس مجلس الوزراء الأيسلندي مستقيلا واحدا هيا بنا إلى الهاربين اللبنانيين نحو جزر النعيم الضريبي ترجمة نانسي قنقر